أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي شنه تنظيم داعش الإرهابية على أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالا بالعراق وراح رحيته أحد عشر شخصا وجدد الأزهر في بيان له رفضه لكل الجرائم وأعمال العنف التي ترتكبها هذه التنظيمات التي يتبرأ منها دين الإسلام ورسول السلام مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره والقضاء عليه هذا وقد تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق الموسى إلى العراق قيادة وشعبا وإلى أسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمض الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان